لا يكثر رجال بحالك والله القاسع حافظك الله ابنتي في الحاجة أنا إياها عندي 33 عام في عمري إياها ابنتي ممكن أطلب منكم المستمعين يعني كاملين هم أولادهم كل شيء بويتهم يقولوا آمين يا رب جاء لكي بويت دعوتك نقول آمين اللي كي بكي كان بكي معاه المهم حتى أنا جاء دوري بويت كل شيء يقول آمين إن شاء الله ابنتي صباح بويتك الدعيمها يا ربي يكتب لي شيء بالناس يكون مرضي ومهدي يعني راجل يالصح يالما قول إن شاء الله ابنتي يا رب ودعيم أخواتي المزوجين ربي يسعدهم زواجهم ودعيم أخواتي يحفظهم ويبعد عليهم بطرقشينه يا رحمن يا رحيم ودعي قاع مع أمة سيدنا محمد قاعد يبلي المريض المهم قاع قاعد يتمنى شيء حاجة فيها تولا يفقه اللهم أمين يا رب بنتي صباح ودعيمها والدي بزافر ببيطة وولهم عمرهم كيف فرحوا بينا ويشوفونا نولد أولادنا وفرحوا بينا دعيمها والدي بزاف يا رب بنتي صباح شكرا لك بنتي أولاد صباح رأي عارف بأن القيمة دي الدعاء الدعاء واحد نعمة عظيمة إليك نعجز عن تغيير واقعنا بالأشياء الملموسة عندنا واحد الواقع فيه شدائد فيه صعوبات وأحيانا نشعر بالعجز على مواجهة هذا الواقع اللي هو بين قوسين مرير في بعض الحالات كيف السبيل لكي نصل إلى الرغبات المنشودة أسهل طريق الدعاء فأبحنع يلجأوا إلى الله تعالى فإذا لجأوا إلى الله صاروا من أهل الله وصاروا هم الأقوية لأن صباح تعلموا قيمة هذا الدعاء لأن فيه كرامات كثيرة فيه مغفرة فيه تواب فيه أجر وفير وفيه تحقيق العبود يلي الله وفيه نيل المطالب بأقل الأتعاب ذلك فضلون من الله فأسأل الله الكريم للا صباح الله يكمل لك رجاء ويسعد القلب ديالك أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يجعلك من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أسأل الله الواحد الأحد للا صباح أن يرزعك الزوج الصالح ويعطيك الله تعالى الذرية الطيبة ويعطيك الله تعالى جميع ما كنت منها أنت كتقولي آمين مع الناس سنقول لهم جميعا قولوا آمين مع للا صباح آمين آمين اللهم يا رب يعلي شأنها وحق رجاءها وبلغ مقصودها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين قولوا آمين وكان بغي نخبر بأن مجموعة ديال الأحباب أتوا بأوراق جول الإيداعة يقولوا بأنهم كي تصلوا بالهاتف لكن الهاتف ما كيقبتش لهم نظرا للاكتداد على المكالمات الهاتفية نحن نحرص أننا ناخد من كل مدينة مكالمة لأن عدنا استدر الخطوط غير اليوم رأخذينا مجموعة تباك الله مكالمات خذينا الصويراء جرسيف أرفود القنيطرا الضال البيضاء تيطوان وجداء ومعنا ما زال لائحة طويلة ولكن الوقت ضيق بعض الأحباب بعتوا واحد مجموعة دي الأوراق منهم الأخت فوزية منذ البيضاء كتقول بأن 11 سنة وهي متزوجة وأنها لم ترزق بأولاد لحد الساعة وكتطلب من المستمعين وحد دعوة دي الأخير اللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم يا فتح يا عظيم اللهم أختنا فوزية عجل لها بالفرج اللهم رزقها الدرية طيبة اللهم رزق التوأم يا من رزقت إبراهيم على هرم يا من رزقت زكريا على كبر اللهم رزق أختنا فوزية درية طيبة وبشرها بحمل قريب اللهم أمين يا ربي يا كريم والأخ عبد الكريم الكريمي والولد ديالو حكيمي حاجة الزهرة أيضا وحد دعوة دي الخير أسأل الله تعالى أن يجمع شملهم ويرفع مقامهم ويهدئ سرهم وأسأل الله الواحد الأحد أن كل ما في قلوبهم وضمائرهم الله يعجل بالفرج معنا مكالمات كثيرة فيها الدعوات ولكن غنقوا مع فاصل قصير ونديروا دعوة شاملة كاملة وغنطلب من السادة المستمعين جميعا يؤمنون فالتأمين يفتح به الله تعالى أبواب السماء ويباهي بنا الله الملائكة ويقول لأستجيبن لكم ولو بعد حين اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم إننا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت اللهم يا أكرم الأكرمين فرجهم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واقضي الدين عن المديمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما غانما معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم يا رب العالمين اهدنا في من هديت اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر وسوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في مقامنا لا هدى ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرشته ولا مريضا إلا شافيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مسجونا إلا سرحته ولا مولودا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذغاب همومنا وغمومنا اللهم احفظنا جميعا بما حافظت به الذكر الحكيم ورعانا بما رعيت به القرآن الكريم اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا مرشدة وفي القبر مونسة وإلى الجنة رفيقة يا رحمان يا رحيم يا رب العالمين نسألك يا مولانا في هذه الساعة المباركة أن تبلغنا مقاصدنا اللهم يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى يا رب إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا فاشفيها وتعلم حاجاتنا فاقضيها وتعلم أعداءنا فاكفينا شرهم يا رحمن يا رحيم نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا نستغفرك يا مولانا ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا مولانا إن كنا قد عصيناك فما عصيناك تحديا وإنما وقعنا في الخطيئة لضعفنا وهواننا فتجاوز عنا يا مولانا واغفر لنا ما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا اللهم بدل سيئاتنا حسنات يا من قلت وقولك الحق أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يا رب جعلنا منهم بدل سيئاتنا حسنات اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم اغفر وارحم واعفوا وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم يا رحمن يا رحيم اغفر لوالدنا اللهم واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم جميع أمواتنا من أحبابنا ومقربين وكل من يشهد أن لا إله إلا الله اللهم ارحمنا وإياهم رحموا مواسعة اللهم ارحم جميع أموات المسلمين من شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اجعلهم في قبورهم من المنعمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وسقهم شربة ماء من حوض النبي لا يضمؤون بعدها أبدا وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين يا ربي وفقنا للصلاة وفقنا لأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة اللهم لا تجعلنا من الذين يهجرون القرآن الكريم واجعلنا من المقرئين واجعلنا من التالين ومن الذاكرين اللهم اجعلنا من المتصدقين مما رزقتهم من الحلال وبعد بيننا وبين القرش الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم احفظنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وأكرمنا يوم العرض بجودك وكرمك يا أرحم الرحيمين بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الداكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين